ازايكم عاملين ايه ربكونا بخير وفي احسن حال النهاردة جايلكو فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجابكم المهمي بقى ان شاء الله كده بص عايز اقول لكو فيديو حلو جدا 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 انتو مستنينوا من امتى طبعا دا الفيديو المنتظر عاملين تلحو علي عاملين تقول لي يلا يوفاء عاملين انا ميزانية ولينا بتمشي امورك ازاي وطبعا انا ما عملتش الفيديو الجميل ده معيكو الشهر اللي فات نهاردة عامللكم فيديو جميل جدا جدا إن شاء الله هينول إعجابكم ما تنسونيش بقى في اللايك لإني تقبتي فيه جدا جدا حطيلي بقى لايك كتير كتير الله مش لايك واحد يا وفاق لا حطي لايك ونجع الجران يحطولي لايك انت معي وما تنسيش بقى أحلى كومنت من إيدك الجميلة وفعله الزر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك إشعار بالفيديو أول ما ينزل حطيتليك كده فكرات بسيطة من الفيديو كده عشان ينشاطك ويشجعك تشوف الفيديو الآخر إن شاء الله هنا بقى قلت كده لما عملك بيتين كده شاي بلبن كده لا ده مجي أنا بقى أول بنيت يعني ما كانش فيه اللي أنا وكندة وهنا فعملت كده شاي بلبن وعايز أقول لكم فطار يعني أنا بالنسبة لي فطار ده لعب عيال كده فالعالي دي سدت نفسي فعمللنا شاي بلبن يا ماما أنا بقى عملت شاي بلبن لي أنا وكندة وهنا بتشرب لبن بس وبعد كده عملت في انجال القهوة بقى بتاعي طبعا هنا بقى كان فيه فايش حطيت فايش كده وفتلنا الفطار السريع ده لإن أنا كنت مستعنجلة على الفيديو اللي انت هتشوفوه دوات النهاردة آآ جبت بقى حكت كلها كده وزبطت كل أموري وهقول لكم النهاردة آآ كل الزفر الحاجات اللي أنا جايبها كلها بالأسعار وهقسمها ازاي وهتقعد معي قد إيه وإن شاء الله إن شاء الله أنا واسكن الفيديو ده هيعجبكو يعني إن شاء الله آآ هنا بقى عملت في انجال القهوة المحترم ده عايز أولوكو بقى زبط دماغي كده لإني كان ضغطي واطي جدا 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 وفعلا كنت صحي حاسها بنفسي كده بص بقى أنا من بالليل بعت جبت الاطباق الفل وبعت جبت كياس وبعت جبت بص الشانطة ديت آهو العدة بتاعتي الشانطة ديت والعدة دي أنا بعت جبت الحاجات ديت كده من بالليل عشان أبيتها وكمان بقرة الستريتش ديت عشان هاحتاجها بصوا أنا هنا بقى جبت بط بسم الله ما شاء الله جبت بط وجبت فريخ وجبت فشة ومنبار وهنا دي الحاجات اللي هنغسل بيها بقى الزفر والكلام ده كله ودي العدة بتاعتنا اللي هنكون فيها الكلام ده كله تعالوا بقى كده نبتدي الفيديو مع بعض مسكت بقى البتاع بتاعي دوت المطبخ ده خليته فلة كده من بعد الفطار ونظفت بقى الرخامة عشان أنا بحب طبعا أعمل الحاجات ديت يعني لو ما تنظفتش يا جماعة حلو كون الدنيا حواليك نضيفة كده الحاجات دي مش هتبقى نضيفة معاك بكلمكم جد والله الناس اللي بتعود تنظف الحاجات ديت والدنيا زيتها كده حواليها لا عايزين ننظف كده الزفر بتاعنا والدنيا حوالينا كده بتشف وترف طبعا شايفين الحضم خليه زي الفل زي بصوا بقى أنا كنت طبعا بعدت بقى هبتدي أجيب الزفر بقى اللي هو السمك واللحمة والكلام ده كله فالمهم كده مامة صاحبة ابني يعني لقيتها بتربي فراخ وأنا تفاجئت فلاقيته بيكلم زيادة على الواتس وكده ويقول له ماما بتبقى فراخ والكلام ده كله مش عايزين ففرحت جدا لإني الفراخ اللي هي بتبقى متربية في البيت دي بتبقى جميلة بص بقى بسم الله ما شاء الله بعدت جبت منها الفرختين دول والله يتسلم إيديها وإن شاء الله أنا هتعامل معاها على طول لإني الحاجة من قبل بص معاملها ولا دقها كفاية بس كده يعني نظفتها وماشاء الله الفراخ كده محمرة كده من جوة غير للفراخ اللي احنا بنجيبها من بره هنا بقى فقرة الفراخ أنا هبتيجي أتخانق مع الفراخ دي طيب الفراخ دي بقى عاملة كامية وفاق أنا جبت فرختين قلت لها وزنيلي فرختين طبعا أنا قلت لزاد وهو أكلمها المرة الجاية بقى أنا مني ليها إن شاء الله هتعامل معيها عشان عجبتني خلص فصاحب زياد قال له ماما بتقولك لو لو عصت يعني تاني ولا حاجة أو عجبك الفراخ خلاص لما تيجي تعمل دورة تاني وهتبدأ إنها تتبحها هتقول لكم كده فعايز أقول لكم إن الفراخ دي تجبتها أرخص من بره وكمان أنضف وأحسن وأوكلة أكل بيتي كده المهم قلت لها قلت له قلت لها وزنيلي يعني فرخات كون عاملة 2 كيلو 2 كيلو اللي حاجة بسيطة ما تعدش عن كده عشان يعني هقطع الفرخية 8 كطعة فدول فرختين بيض الفرختين البيض دول طبعا بره الفراخ معرفش عاملة 80 أو عاملة 75 تمام؟ فالمهم هي يدتهم لي على 70 جنيه يندتني الفرخية الكيلو فيها عامل 70 جنيه طبعا بره أغلى من كده وهي عارفة فقالت له أنا هحسب لكم الكيلو من الفراخ دي عاملة 70 جنيه مهم دولة تعملين 4 كيلو 4 كيلو دولة تعملولي 280 جنيه 280 جنيه وطلعت منهم أربع أكلات وكمان غير بقى الجناحات والكبد والأوانس والكلام ده كله أنا بردك هعمل معاكم أكلة بيهم تمام؟ يبقى الفرختين دول أنا كده بقول لكم الأسعار وركزوا معايا في اللي أنا بقوله يعني لو جبتها من بره ممكن هجيبها يعني أغلى كده يعني أنا جبتها الكيلو وقفة على 70 ممكن ينشي على 75 ولا حاجة فالمهم بقى اللهم صلى على النبي كده أنا جبت الفرختين دول عاملين 280 وأطعتهم الفرخية أطعتها تمن على بتاع دوات اللهم صلى على النبي يا رب تمن كطعة المهم الفرخية على أكلتين هنا بقى أنا قطعت الفرختين زي ما بقول لكم كده وبعد كده هنظفهم عملت بقى إيه؟ مسكت مية في الطبق الأحمر اللي قدامكو ده الأحمر الأمر دوت هتنظفي بقى الفراغ بإيه وفاء أنتو عارفين بقى بصوا بقى أنا معايا كده طبعا أنا عايز أقول لكم إن السابون عندي خلص وبعدت جبت سابون موعين وبردك عايز أعمل معاكم سابون كل حاجة عندي خلصت والحمد لله فبعدت جبت سابون يعني أنا ما عنديش السابون اللي هو اللي أخضر ده فبعدت جبت كيلو كده مؤقتا لحد إن شاء الله ما هعمل معاكم سابون في البيت كل حاجة في البيت كده ونوفر مع بعض ونتعلم برضا كده من بعض هنا بقى الطبق اللي جنبي ده أنا حط فيه شوية دقيق وحطت فيه معلقتين معجون قشر اللمون ومليته كده مية عشان هنضف الفراغ زي ما أنتو شايفين كده وحطها فيه عايز أقول لكم بقى يعني ما ترميش قشر اللمون زي ما بقول لكم كده نصيحة مني بلاش يعني قشر اللمون ده يترمي خسارة خسارة كبيرة كمين مش خسارة بس لأ خسارة كبيرة آآ فالميزانية اللي أنا هعملها معاكم ديات النهاردة آآ يعني قطعت كامية وفاقة كلها من سمك لبط اللحمة مفرومة اللحمة سليمة طبعا كميلي معايا الفيديو عشان عرفكم أنا برضا جبت قد إيه والكلام ده كله آآ اللي أنا برميدة دلوقتي اللي انت شفتوني برميدة دي الرجول أنا محدش عندي بيحب ياكل الرجول ديت ومعملتاش قبل كده فطبعا هي عشان دابحها في البيت وكده فبعتلي الرجول معيها آآ فالميزانية دي كلها طول الشهر يا جميع تمام يعني دي مزانية شهر عملت كامية وفاقة عملت 1845 بالزبط 1845 آآ وكل واحد برضك يا جماعة حسب يعني حسب مقدرتك حسب آآ ظروفك حسب مصروفي كل واحد حسب مصروفي بتاع إيه بقى نفسك وتطلعي مبلغ كده آآ للزفر مثلا هتجيب حاجات بقد إيه أو كده بس أنا بقول لكم بس إيه للناس اللي طلبت إن بقى يجيب بقد إيه وبعمل إيه والكلام ده كل آآ أول حاجة نبتديت بيها زي ما انتوا شفتوا كده هم الفرختين دول نظفتهم تنظيفة كده حلوة معيكو عايز أقول لكم الفيديو ده كان طويل جدا بس يعني أنا مصرعه بتحس إنه أنا بتخانق كده مع الفريخ آآ وبعد كده هنشوف بقى تاني حاجة هننظف إيه مع بعض بس لو مشيتي كده بالطريقة اللي أنا بعمل بها ديت الحاجة هتبقى فل شمعة من وراء كده معيكو آآ الفراخ بقى ديت كانت صبحة وجميلة كده أبص هما كانوا آخر الثلاث فرخت معيها مثلا أنا قلت العلاقات اتنين لإني يعني هي جات في وقت أنا كنت جبت بقى الحاجة بتاعتي كلها وما كنتش محتاجة لفرختين بس فوالله العظيم قلت بص لما عجبوني كده يعني قلت ياريتني كنت خدت الثلاث بس يلا كل شيء نصيب آآ الحاجة لما بتعجبكو وكمان الحاجة اللي في البيت ديت تربية البيت ديت بتبقى أحلى مين انت تشتريها من بره والكلام ده كله هنا طبعا أول حاجة يعني أول ما خلص حاجة أنا بنضف كده واخسل ورايه على طول عشان طبعا ما عملش كركبة وأنا الحط بتاعي بسيط وصغير فمش مستحمل يعني هو طيقنا أنا الواحدي خلاص كده أنا شلت الفراغ بقى على الرخامة كده على جنب والله مصال على النبي يا رب عسلي بقى تتنية شوية في الدقيق وفي معجون قشر اللمون بعد ما نضفته هنا بردك الطبق ده واتحط فيه معلتين قشر اللمون وحب الديق كده صغيرين وعايز أقولك لو استكفتي بس بقشر اللمون كده هو هيخلي لك الحاجة الزفرة اللي فيها تروح كده من غير حاجة هنا بقى ادحك للركب على اللي انتو هتشوفو ده معايا النهار ده أنا بقى يعني ببقى شايلة هم اللحظة ديت البط هنا ده كان عرض البط ده كان عليه عرض يعني كان أرخص من أي يوم تاني بصوا بقى أنا بحاول أطلع الكيس اللي هو في البطاية ده أقسم بالله أنا عيالي جمه مبرع من يضحك علي وأنا عمل أقولهم يا جدعان ولادة الولادة دي مستعصية العيل مش راضي ينزل فالبطاية أنا خرجت منها الكيس اللي فيه الكبد والأوانس هم بيبحطين كده الكبد والأوانس والرقبة في كيس وفي قلب البطاية من جوه فطبعا البط اللي هو العابد ده بيبقى مجمد أنا ما بجيبش حاجات مجمدة إلا فين وفين بس البط ده بالذات أنا بجيبه وأنا مغمضة كده عنية جميل جدا وعلى طول بستعمله انتوا عارفين بقى فبقول لكوا بص هنا أنا عملت خنيق معي طبعا يعني أنا كنت مبارح بصوا مدية أصبعي بالسكينة النهاردة بقى أعمل إيه تاني فالحوادث كترت أولي من دول فكنت بقطع بالعافية البط ده أصلا يعني انتوا عارفين بقى العظم بتاع البط بيبقى جامد فأنا كنت بتخانيق معيها وعملت حك بقى وضحك نفسي المهم بقى اللهم صالح على النبي يا رب الفرخية ديها كانت عاملة دخل على 3 كيلو هي 2 كيلو كانت يعني قربت تأفل اللهم صالح على النبي يا رب 3 كيلو يعني الكيلو منها كان عامل 90 طبعا ده كان عرض كده فروحت جايبة برضو واحدة بينزل عرض كتير عليه اللي هو البط العابد ده فبجيب واحدة كده لإني بحب بعمل عليها محشي وساعات ممكن أطبخ عليها بدل اللحمة لإني شربته تقيل لانتوا عارفين بقى الكلام ده فالبطاية ديها عملت لي 260 وطلعت منها 4 أكلات 4 أكلات يا وفقة والله زي ما انتوا هتشوفوا كده يعني بقطعوا كده زي كتعة اللحمة حلوة قوي يعني أحسن من ما فيش فهي دخل على 3 كيلو عملت لي 260 جنيه البطاية ديت عملت لي أربع أكلات حلوين هتشوفوا معي وانا جاية ان انا بجمحها وكمان غير ما انا طلعت منها الكباد والأوانس والجناحات كمان كل ده هجمعوا في أكلة كده مع الحوايج بتاعة الفراغ برضو يعني الحمد لله ربنا ما تعني بالسلامة وخلصت من البطاية وقطعتها بعد أنا ايدي ما تعبتنيش والله إلا من البطاية ديت يعني أنا بقطع البط ده بلعب في عظمه شديد ده جديد يا واختي فزبطتها كده وروحت مقطعوها اهو بتلت تتخنق معها زي ما انتوا شايفين كده مهم خلصت عليها شطفت بقى القطاعة ديت بس كده بال عشان لسنا هرجع تاني اعمل عليها حاجات والكلام ده كله بس كده رجعتها الورا وهنا هخسل بقى البط بتاعي كده بسرعة تحت المية على طول وانتضفه وكانت جاية زي الإشطاء الحمد لله يعني أنا على طول أجيب البط ده مش باتعف تنظيفه لإني بيجي زي الفل مفيش الأنصاية بس اللي بتبقى موجودة هي اللي مليانة حبشتكنت لكن كله زي الفل وتنضفيه وانتوقفة كده تحت المية فالبط ده عندي تامر وازياد بيحبه فأنا أول ما بلاقي نزل عليه عرض كده بحب إن أنا جيبه حلو برضا بيفاعي جنب اللحمة والكلام ده كله فخدي بالك بقى من الأسعار كده اللي أنا بقولها وجمعي معايا كده هتلاقي الميزانية اللي أنا عملتها ديت حلوة جدا 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 وممكن يفيد معاك للشهر اللي جاي طب إزاي يا وفاق عشان أنا بعمل أكلي يعني يوم زفر ويوم بقضي كده يوم كده ويوم كده زي زيكو يعني أنا مش حاجة غريبة يعني أقول لك كل يوم بعمل زفر أبقى كدابة لا يوم كده ويوم كده طب يا وفاق لو حد جالنا هنأمل إيه يعني مثلا أنا هطلع طبق من اللي أنا هقسمه معاكو دوت هطبخ بيه النهاردة ليه أنا وعيالي أو هعمل شوية محشي عليه مثلا حد جاي ممكن هطلع طبق تاني بسيط خالص يعني فاكملي بس الفيديو معايا كده هتشوف التقسيمة معايا عاملة ازاي خلصت البط بتاعي كله وزبطته ودول أول حاجتين ابتدت بيهم عشان كانوا تقال على قلبي يعني وأول حاجة بقى أنا بعملها بصو بزبط ورايا على طول يعني قبل ما اجي أحط الزفر التاني أنا بزبط الحط بتاعه عشان يبقى بنظافة كده يعني بمسك الحاجة أخسلها اللي أنا زبطت بيها مثلا نربط وبعد كده ببتدي أشوف ايه تاني هبتدي معيكم شطفت كده الحاجة صبنتها وغسلتها عشان يعني اللي أحتاجه تاني أحتاجه عادي بنظافة واللي مش أحتاجه يتشان مكان هنا جبت مصفة وحطيت تحتيها طبق ويجبت اللحمة بتاعتي اللحمة بتاعتي كاية وفاقة هتعمل ايه فيها همرش همرشة كده يا أختي همسكها بقى أخسلها كده لحمة صبحة وجميلة وزي الفل يعني مسكتها غسلتها كده اللحمة السليمة دي اللحمة صغيرة لكن المفرومة أنا جايبها كبيرة ما بتاخدش سوى يعني أنا جربتها من عند الراجل دي لا لا يتعمل ما بتاخدش برضك سوى اللحمة شطفتها شطفة خفيفة كده وبعد كده حطيتها في المصف برضو تصف المياه بتاعتها وهنا دي الفشة الفشة بقى عشان فيه ناس منكم طلبت مني وفاقة عملي معينا الفشة والممبار وعرفيني طريقة الخلطة بتاعت الممبار ايه وبتسويه ازاي فالنهاردة جبت برضك الفشة ديت وجبت الممبار وعايز أقولوكوا الأكلة ديت مكلفة بس يعني أنا بعملها مرة كده بس في الشهر يعني كنت بجيبها أكتر من مرة بس اللهم مستعين يعني الحمد لله الفشة عاملة معايا اللهم مصالع للنبي يا رب عاملة معايا من الجنيه الفشة أنا جبت منها كيلو ونص فبقولوكوا الكيلو من الفشة عامل 100 جنيه فأنا جايبة منها لأ جايبة منها 2 كيلو مش كيلو ونص جايبة منها 2 كيلو عشان يعني هي مجرد ما تتسلع على قد هيشانها ده بتبقى قد كاف في ايدك فجايبة منها لأ 2 كيلو اللي 2 كيلو عاملين 200 جنيه الأكلة ديت بقولوكوا بقيت مكلفة جدا ويعني بصوا فيه أرخص من كده يعني أنا شفت اللي هي أرخص من كده وجربتها ما كانش حلو فدية الكيلو منها عامل 100 جنيه فجبت منها 2 كيلو عاملين 200 جنيه فبعملها جنب المنبار وبس كده يعني الأكلة ديت ما عملش زادة عن كده حلوة أو وبردك عشان العيال نفسهم فيها وكده هنا برضو غسلت كده الطبق وغسلت الفش غسل حلوة تحت الحنفية وإيه بقى يا وفاعة تعمليه تاني بص يا جماعة بجيب الخل كده وبرش على الفش هنا أنا روحي روحت رشيت كده الخل جي على أسبوعي اللي كان جرح مبارح فبصوا يا نهر أبيض خلاني هتنطط والله بص الحمد اللي عدت المهم غسلت الفش غسل حلوة ورشيتها كده بالخل واسبتها برضك كده شوية مع نفسها في الطبق وبس كده ما بخسلش حاجة بالخل غير الفش لو تفتكروا كلامي ليه بقى بيفتح لك الفشة وبيخلي لك الفشة ديت لونها محمر كده وجميل وبينزلك أي صمر فيها نزلك اللون الأصمر اللي فيها ده هنا بقى المنبار زيه زي أي زافر يعني بصوا وأنا وانا خدوا بالكوا منفوخ كده داخل في مياه لأنه أنا حطيت في مياه عبر المخلص اللي وراي عشان ينضف من جوه هو كده كده أنا جايبا متنضف بس طبعا التنظيفة بقى من إيدي كانت حطيت برضك اللهم صال على النبي يا رب حطيت شوية بتاعدوات دقيق وحطيت معلقتين برضو كده قشر اللمون وشوية مية عشان أبتدي إيه أنا أعفي طيب المنبارة عامل كم يا وفاق المنبارة عامل مية وعشرين جبت منه كيلو ونص المنبارة عامل مية وعشرين وجبت منه كيلو ونص كيلو ونص حلوة قوي بيفيد تاني يوم كمان لما بعمله يعني آآ برضك غسلت الطبقة كده وزبطت الدنيا كان جايلي تليفون ضروري فمضطرف وسط اللي أنا فيه ده ردت على التليفون خلصت بقى كده وزبطت برضو المنبار كده وهي هسيبه برضك كده على الرخيمة مع نفسه هنا بقى جبت ايه برضك كده شغل بقشر اللمون والدي ايه بس أنا عايز أقول لكم قشر اللمون قرى بيخلص صغل الناس اللي عما تقول لي عمليه معانا يا وفاق ان شاء الله كل حاجة كده لو بس انت تركزي كده معاه في الفيديوهات وكل فيديو كده تزبطيني باللايك والكومنت وتابعي كده الفيديوهات فهنا تعجبك ان شاء الله هنا بقى جبت السمك دوت السمك عامل كام يا وفاق اللهم صال على النبي يا رب السمك عامل خمسة وسبعين جنيه كيلو السمك عامل خمسة وسبعين جنيه تمام؟ أنا نسيت أقول لكم أسعار اللحمة هرجع لكم تاني السمك عامل خمسة وسبعين جنيه ده بقى قد ايه؟ ده تلاتة كيلو جبت تلاتة كيلو طبعا السمكية طلعك كبيرة وانا عايز أعملها على أكلتين يعني دول تلاتة كيلو وهعملوا على أكلتين على أكلتين يا وفاق او هقسموا على أكلتين هتبقى حلوة جدا يعني بدل ما فيهم تقضي أي حاجة وخلاص لا هوريكي هعمل ايه؟ طبعا السمكية طلعك كبيرة في ناس بتقسم السمكية من النص كده بالطول لا أنا بقسمها كده هنا الفرشة كانت تقصرت بس قلت لها والله لها أكمل بيكي برضه وبعد كده بقى أشتري واحدة بقى تلخص معايا النهاردة يعني هجي فرشة منين دلوقتي طبعا الراجل كان منظفه كل حاجة بس برضه كان محتاج كده تنظيفه من أعماكه قلبي كده من إيدي أنا فهقسمه برضك على أكلتين هتشوفه معايا هجيب السمكية كده من النص وهقسمها يعني الراس كده بقطعة من تحت والديل مع نفسه كده بصو هي قد ايه؟ فماشاء الله كبيرة وأنا عندي عيالي أصلا مش هيكمله السمكية دي كل واحدة فيكم تبقى عارفة عيالها بيأكلوا قد ايه ولو مثلا خلصوا النص سمكية دي واخدوا التانية حلو جدا ما يجراش حي طبعا بقى حد يخش التريق حد يقول مش عارف ايه لأ وفع ما بتحبطش وطالما ما بتدينيش حاجة من جيبك يبقى مش هيمن التريقة بتاعتك الحمد لله ان احنا ماشينا هم قضينا عشان في ناس جماعة كده بتخش تحبط اللي حواليها تكون مثلا ظروفها أحسن من ظروفنا شوية ولا حاجة رغم ان احنا في نعمة يعني الحمد لله فتخش تقولك الله انت بتعملي كذا بتعملي بقد كذا وتحبط اللي قدامها فاحنا لا احنا ما بيجيناش احبط ولا حاجة هنا بابا واريكم كل الحاجة اللي احنا غسلناها ونقعناها اللهم صلى على النبي يا رب في معجون قشر اللمون في الدقيق بتعملي اي بقى يا وفاق كل الحاجات دي هتتغسل تاني شاطفة بقى كده بسيطة من المحلول اللي احنا حطناه فيها وطبعا في المصافي كده على طول عشان هيخد من المصافي وهحط بقى في اللطباق بتاعت اللطباق بتاعت دي كلها كلفتني عشرين جنيه بالكياس يا جماعة وفاض منها والله بس بتبقى كده منظمة كده وعارفة الطباق دوت فيه ايه وبتاخد ايه بدل ما نحط في الكياس عارفين طبعا كنت بحط في الكياس ما بجيبش اللطباق دي يعني قلت بقى تمديني ببتة وفاق شوية تمديني بقى ببتة وفاق كده بقى تزباتك فجبت شوية اللطباق دول بالبتاع الكياس البسيطة دي اللي بتتحط فيه اللي هو بيبقى عازل ده عادي يكلفوني عشرين جنيه مش هيجرح حاجة يعني بوصوا بقى جميع عشان اللحمة السليمة الكيلو منها عامل تلتيني جنيه تمام وجبت كيلو مفروم المفروم الكبير عامل متين واربعين انا جبت الكبير لاني بقى مانا جربته من عند الراجل ده ولقيته ما بياخدش سوا والله العظيم يعني انا جربته مرة كده لاني بجيب اللحمة المفرومة الصغيرة على طول انتو عارفين كده انا شطفت الحاجة تاني الشطفة النهائية عايز اقول لكم بص الحاجة بسم الله ما شاء الله قدامكم بتشاف وترفي كده وبتقول لك انا فل الشامعة منور فالمهم جبت كيلو ونص لحمة سليمة الكيلو منها عامل تلتمائة جنيه وجبت كيلو مفروم بس الكيلو المفروم عامل متين واربعين يبقى اللحمة كلها مفروم وسليم عامل ستمائة وتسعين جنيه بص بقى ديات اللحمة المفرومة كده انا حطيتها كده في الطبق دوت حطيت هنا طبقين كل طبق فيه ربع كيلو عشان على قد الصينية اللي بعملها مثلا اذا كان بشاملة او جلاش وهنا الطبق دوت حطيت فيه نص كيلو اللي هو كبير شوية ده عشان انا هعمل ان شاء الله حبوش منه فما فيش وقت بقى ان انا لسه عمل بصل ودبل يبقى بجدب عليكم الفيديو هيتول اكتر من كده بص بقى بسم الله ما شاء الله انا بحب اللحمة يا جميع بتاعة الراجل ده الناس اللي تعرفيها كده تلاقي مزانها كده حلال بصوا انا ببص كده للحمة حاسة ان هي بسم الله ما شاء الله ده اتنين كيلو يعني انا جوز اللي هو اللي كان بيكلمني في التليفون من شوية التليفون لما كان على ودني انا بقول له اللحمة السليمة دي تقدي ايه اتنين كيلو قال لي لا ده كيلو ونص فقلت له انا بفكر ان انت زودت لص تاني ولا حاجة قال لي لا هو كيلو ونص مزانه حلال وبص دي تاكل حتة اللحمة كده بنفس حاجة كده نظيفة هنا انا طبعا بجيب الاطباق اللي هي الفل ديت وبحط فيها الكاس اللي هي العازل ديت عشان ما ينفعش تحط فيها مباشرة كده على طول غلط وهنا بقى هقسم اللحمة بتاعتي هشوف هتعمل لي كم يعني انا اللحمة الكبيرة دي جايبها للطبخ بس يعني انا بعمل بيها بطبخ بيها حد بقى فيكو هيخش يقول لي طب يا وفق عشان قبل كده حصل الكلام ده طب جيبي مستورد جيبي لحمة مستوردة بص يا جماعة مش ان انا بقلل من الناس اللي بيجيب مستورد ولا كده لا انا طبعا كل واحد على قد ظروف انا عندي اكل قطعة واحدة من ديت ولا جيبي المستورد بس كل واحد حسب ما تعود وفي ناس عادي ربنا ميديها برضو بتحب عادي تجيبي المستورد فانا لا فانا هوريكو دلوقتي كيلو مستورد بس تنوزي جايبه كده عشان الامانة فقال لي جربي فانا مطبخش بي انا جربت عبل كده مش حاسة خالص يبقى حلو في الطبيخ ولا بيديك شربة ولا اي حاجة فهوريكو هعمل بي ايه يعني عشان برضا كريحه لانه هو جايبه بيقول لي ده صحابي بيجيبه منه كده وجربي فخلاص انا قلت له هجرب الكيلو ده بس ما تجيبوش تيني لان انا جربت عبل كده وما عجبتنيش فكل واحد حسب محابب كل واحد حسب ظروفه ونقول الحمد لله ان احنا قادرين نماشي الدنيا ديت بص بقى بركة ربنا بقى جماعة كيلو نص اللحمة السليمة عملتلي اربع اكلات اهو والكيلو المفروم عمل لي تلات اكلات زي ما انتو شايفين كده الحمد لله الدنيا واضحة هي قدامكم الفراخ بقى انا قسمتها على تلات اطباق يعني اللهم صالح على النبي يا رب انا كان ممكن هقسم الفراخ على اربع اطباق رجعت وقلت لأ خليها تلات اكلات يعني خليت الفرختين على تلات اكلات وبردك بسم الله ما شاء الله هنا البط عمل لي تلات اطباق يعني البط تلات اطباق والفراخ تلات اطباق حلو جدا وهنا السمك عمل لي اكلتين حلوين زي ما انتو شايفين اهو كل حاجة باضحة قدامكم وطبعا انا قلتلكم كل الاسعار طول الفيديو انا بقول لكم كل الاسعار الحمد لله وهنا ديت الفشة الفشة بصوا شايفين الفشة بقى لونها جميل ازاي معنا فانا بنصحك الفشة بس هي اللي تبصي تنقعها كده في شوية تخلق وتسيبيها تنزل كل اللون الغامي اللي فيها هتبقى معاك زي الفل وطبعا الكبد والاونس والحواك بتاعة الفراخ والبطة هي عملت منها طبق يبقى كده بسم الله ما شاء الله بص يا جماعة ديت اللحمة المستوردة اهو انا حطيتها في طبقين كده عشان اجربها بس اعمل منها لحمة بصل ولا حاجة لكن مش هطبخ بيها عشان انا جربتها قبل كده وما عجبتنيش انا مش هلالكو يعني مش هطالكو الاسعار بتاعة اللحمة المستوردة ديت مع الاسعار ديت لا اللحمة المستوردة دي مش فاكرة عاملة من مية وخمسين ولا متين دي الوحدة هايين اه شلت بقى الاكلات بتاعتنا عملت كم طبق معاك يا وفاة عملت لتسعتاشر طبق تسعتاشر طبق بقيت بقى الشهر بقى دي يوم كده ويوم كده هيبقى فاضل معاك عشرة احداشر يوم وخلاص على كده يارب الفيديو يكون عاجبك واقولك معالف سلامة واستنظر ان شاء الله فيديو جديد